تحتفل مصر اليوم بالعيد الحادي والسبعين للفلاح المصري الذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة السالس والعشرين من يوليو مصر تحتفل بالعيد الحادي والسبعين للفلاح المصري الذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو حينما أنهى مجلس قيادة الثورة الاقطاع بكل أشكاله وتم توزيع الأراضي على المزارعين فأصبحوا ملاكا بعدما كانوا مستأجرين الاحتفال يعد تكريما لجهد الفلاح المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن وكانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 ترجمة أمينة لطموحات الملايين من الفلاحين مثلما كانت تجسيدا أمينا لطموحات وآمال الحركة الوطنية المصرية وخاصة في قانون الإصلاح الزراعي الذي نحتفل بذكراه في التاسع من سبتمبر باعتباره عيد الفلاح المصري قانون الإصلاح الزراعي قام بإعادة تركيب هيكل الملكية الزراعية وساعد على نمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين بالإضافة إلى إقامة توازن نسبي بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية الدولة بقيادة الرئيس السيسي ومنذ توليه قيادة البلاد تحرص على دعم الفلاح بكل السبول المتاحة إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل رقناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطني وتسرعت خطى وجهود الدولة لتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطوير وتحديه منظومة الري وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي ورقمات الخدمات المقدمة للفلاحين توجهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمزارعين تم ترجمتها على أرض الواقع لتنعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلات الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة وتنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي فإن الحكومة تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين ويأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين ترجمة نانسي قنقر